السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء طلاب الصف السادس الابتدائي أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات مادة العلوم على منصة البس المباشر بوزارة التربية والتعليم النهاردة معاكم إن شاء الله مسأسماء بقى النهاردة موضوع الحلقة بتاعتنا هي مرجعة على الوحدات اللي احنا خدناها اللي هي الأولى والتانية والتالتة طيب تعالوا نشوف نواتج التعلم ان احنا متعلمينها قبل ما نبدأ الحصة ونبدأ الأسئلة بنعرف إن احنا بعد النهاية أو بعد الحصة دي هنطلع إيه؟ هنطلع إن احنا بنتذكر بكل حاجة احنا خدناها سواء معلومات أو مفاهيم في الوحدة الأولى والوحدة التانية والوحدة التالتة هيبقى عندنا تدريب إن احنا تدربنا على نمط أسئلة مختلفة وإزاي بنحلها ونعرف الإجابة النموذجية لها هنتحقق من المعرفة العلمية اللي عندنا وطبعا ده بيؤدي إلى اكتساب سقطنا بإيه؟ بنفسنا تعالوا مع بعض نبدأ أول أسئلة هي أكمل العبارات التالية يلا مع بعض كده في الشات وأشوف الإجابات بتاعكم الرائعة الجميلة وتفاعلكم الجميل واحد بيقول لي في سؤال أكمل يستخدم نقط في قياس درجة حرارة جسم الإنسان إيه اللي إحنا بنستخدمه في قياس درجة حرارة جسم الإنسان ها طبعا إحنا وغدنا اللي هي الترمومتر الطبي اتنين القتلة مجدار ثابت لا يتغير بتغير إحنا قلنا إن الكتلة دي ما بتتغيرش بتغير مين؟ المكان يبقى القتلة مجدار ثابت لا يتغير بتغير المكان يتحول غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل بنقط ونقط ثم بتخفيف الضغط يتحول إلى نقط الذي يستخدم فيه نقط إحنا هنا علشان نحول غاز ثاني أكسيد الكربون إلى سائل يبقى بإيه؟ بالضغط والتبريد ثم بنخفف الضغط ويتحول إلى السلج الجاف الذي يستخدم فيه عمليات التبريد أربع من المواد جيدة التوصيل للحرارة إيه اللي بيوصل الحرارة؟ الألمونيوم والحديد والنحاس أو النحاس والحديد والألمونيوم بعد ذلك إلى خمسة في أكمل يبدأ تدريج الترمومتر المئوي من نقط إلى نقط درجة سيليزية تدريج الترمومتر المئوي كنا من كام؟ من صف إلى مئة درجة سيليزية قوة جذب الأرض للجسم تسمى نقط وتزداد بزيادة نقط قوة جذب الأرض للجسم تسمى إيه؟ الوزن وتزداد بزيادة من الكتل؟ ينحل فوق أكسيد الهيدروجين في وجود ثاني أكسيد المنجنيز إلى نقط ونقط وده ناخد بالنا اللي هو تحضير غاز الأكسوجيني بقى بينحل إلى إيه؟ إلى ماء وأكسوجين جميع المعادن نقطة توصيل للحرارة ويعتبر نقطة أسرع المعادن توصيلا للحرارة جميع المعادن جيدة التوصيل للحرارة ويعتبر أن حاس هو أسرع المعادن توصيلا للحرارة الجراب هو وحدة قياس نقط ويساوي تقريبا نقط وحدة قياس من؟ الكتلة ويساوي تقريبا كتلة مجبك ورق معدن على صرف أكمل ينتج غاز أو ينتج غاز الأكسوجين من عملية نقط وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من عملية نقط غاز الأكسوجين بيتمتج من إيه؟ من عملية اللي إيه؟ البناء الضوء اللي هو بيقوم بها النباة الأخضر بينما ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من عملية إيه؟ التنفس ناخد بالنا من الأسئلة دي ونركز كويس من أنواع الترمومترون هو الترمومتر الطبي والترمومتر المئو الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هو تغير نقط مع تغير درجة الحرارة تغير إيه؟ حجم السائل مع تغير درجة الحرارة يستخدم غاز نقط في صناعة الفلاذ الذي لا يصدق من اللي بيستخدم من الغازات في صناعة الفلاذ اللي هو غاز النيتروجين ننتقل إلى سؤال تاني بيقول صل من العمود به ما يناسب ما في العمود ألف هنقرأ العمود ألف علشان نشوف بناء على إيه نختار من العمود به أول حاجة غاز الأكسوجين واثنين الكتلة غاز النيتروجين والوزن وبعد كده غاز ثاني أكسيد الكربون في العمود به مكتوب تقاس بالجرام يقاس بالنيوتن يشغل 78% من الهواء الجوي يشغل 3% من الهواء الجوي يشغل 5 حجم الهواء الجوي لما يجي أختار من غاز الأكسوجين هاختار له إيه بعد ما قرأت العمود به؟ يشغل 5 حجم الهواء الجوي إيه تقريبا اتنين هنختار لها إيه؟ الكتلة بتقاس بالجرام الكتلة بتقاس بالجرام غاز النيتروجين هاختار له رقم جيل لو يشغل 78% من الهواء الجوي الوزن يقاس بالنيوتن اللي هو رقم به غاز ثاني أكسيد الكربون هنختار لها مين؟ وهو يشغل 3% من الهواء الجوي ننتقل بعد كده إلى سؤال انظر إلى الشكل ثم أجد مديني جهاز الجهاز ده بيسألني هو بيستخدم فيه تحضير غاز إيه؟ الجهاز اللي احنا شايفينه ده هو جهاز بيستخدم في تحضير غاز احنا خدنا عندنا تحضيرين تحضير غاز الأكسوجين وتحضير غاز ثاني أكسيد الكربون طب أنا أفرق ما بينهم إزاي؟ هنا مفيش حوض به مية يبقى ده بتاع غاز مين؟ غاز ثاني أكسيد الكربون طب لو هو في حوض به مية يبقى غاز مين؟ الأكسوجين يبقى ده نعرفه من الحوض اللي موجود في المي يبقى ده بيستخدم اللي قدامنا ده في تحضير غاز ثاني أكسيد الكربون طب عايز بقى الأرقام بتشر إليه؟ واحد محطوط على اللي هو السائل اللي موجود في الأم اللي هو مين؟ حمده هيدروكلوريك مخفى اتنين اللي هي مسحوق كربونات الكالسيم تلاتة اللي هو تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون طب يسألني بيقول لي الرمز الكيميائي للغاز هو إيه؟ احنا خدنا قبل كده ونفتكر مع بعض أنه هو بيتكون من زرتين أكسوجين وزرة كربون يعني الرمز إيه؟ سي أو تو كيف يجمع هذا الغاز ولماذا؟ هو بنجمعه إزاي؟ بإزاحة الهوى لأعلى بإزاحة الهوى لأعلى ليه؟ لأنه أسقل من الهوى بعد كده بيقول لي سؤال قارن بين الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي أما كي أعمل المقارنة بعملها في جدول بيسهل علي أن أنا أجاوه أول حاجة هتكلم من حيث التركيب الترمومتر الطبي بيتكون من إيه؟ أمبوبة زجاجية ساميكة يوجد بداخلها أمبوبة شعرية بتتصل بمستودع يوجد فيه الزئبة طب بالنسبة للترمومتر المئوي أمبوبة زجاجية ساميكة يوجد بداخلها أمبوبة شعرية تتصل بمستودع يوجد فيه الزئبة بالنسبة لاستخدامات الترمومتر الطبي يستخدم في إيه؟ قياس درجة حرارة جسد الإنسان أما الترمومتر المئوي يستخدم في قياس درجة حرارة السواء التدريج الترمومتر الطبي بيبدأ منين؟ من 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية بينما الترمومتر المئوي من 0 درجة سيليزية إلى 100 درجة سيليزية الثاني أكسيد الكربون من حيث خواص كل منهم أنا هتكلم عن الخواص الخواص بتاع غاز الأكسوجين أول حاجة إيه؟ عديم اللون والرائحة والطعم أو عديم اللون والطعم والرائحة لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال شحيح أو قليل الزوبان في الماء أسقل من الهواء بيتفاعل مع الماغنسيوم المشتعل مكونا مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم هنا بيتفاعل مع الأكسوجين المشتعل مكونا مادة بيضاء من أكسيد الماغنسيوم ده دي خواص مين؟ غاز الأكسوجين طب بالنسبة لخواص ثاني أكسيد الكربون أول حاجة عديم اللون والرائحة اتنين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل يزوف في الماء أسقل من الهواء بيتفاعل مع الماغنيسيوم المشتعل برضو مكون المادة بيضاء من أكسيد الماغنيسيوم ويترصب الكربون على جدار مين المغبار وممكن كمان أزود خاصية أقول إيه بيعكر ماء الجير إيه الرائج ده ده بالنسبة الغاز ساني أكسيد الكربون السؤال بعد كده بيقول لي أعلل لما يأتي واحد يتمدد سلك الميزان الزنبوركي عند تعليق جسم بيه ليه لما أنا بعلق جسم في الميزان الزنبوركي بلاقي السلك ده إيه بيتمدد ليه بسبب كوة جذب الأرض للجسم بسبب كوة جذب الأرض مين للجسم اتنين أهمية الغلاف الجوي هو الغلاف الجوي أهميته في إيه؟ أنه بيحمي كوكب الأرض من خطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويعمل على اعتدال درجة حرارة الأرض ثلاثة فعلل بيقول لي تضاف الخميرة إلى العجين والمغبوزات ليه أنا بضيف الخميرة للعجين والمغبوزات لتكون مين؟ غاز ساني أكسيد الكربون أثناء التخمر فيجعل الخبز مساميا ومقبول إيه؟ الطعم أو ممكن أقول أو أكتب حتى يحدث التخمر ويتصاعد غاز ساني أكسيد الكربون الذي يجعل الخبز مساميا ومقبول إيه؟ الطعم طب رابع حاجة فعلل وجود اختناق في الترمومتر الطبي ليه موجود اختناق؟ ليمنع رجوع الزئبك إلى المستودع بسرعة فنتمكن من كراءة درجة الحرارة إيه؟ بسهولة لإني لو ما فيش تختناق ده إلا هيحصل الزئبك هيرجع ومش هعرف أقرأ درجة مين؟ الحرارة يبقى هنا بيقول وجود اختناق ليه؟ هقول له إيه؟ لمنع رجوع الزئبك بسرعة إلى الإيه؟ المستودع فنتمكن من كراءة درجة الحرارة بسهولة رقم خمسة تستخدم الملابس السوفية الصقيلة شتاء ليه باستخدمها؟ للمحافظة على حرارة الجسد وعدم الشعور بالبرودة ستة يعطي الزئبك مدى واسع لقياس درجات الحرارة ليه؟ إن هنا الزئبك بيدينا مدى واسع لأنه يظل سائلا بين درجتي حرارة سالب 39 درجة سيليزية إلى 357 درجة سيليزية سبعة فعلل بيقول لي إضافة ثاني أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسوجين في المعمل ليه بضيفه؟ لأنه يعمل عامل إيه؟ كعامل مساعد بيزيد من سرعة انحلال فوق أكسيد الهايدروجين إلى ماء وأكسوجين دون أن تتغير خواصه وكمية للنيتروجين أهمية كبرى في تركيب الكائن الحي ليه؟ إن هنا النيتروجين ليه مهم أو ليه الأهمية في تركيب الكائن الحي ليه؟ لأنه يدخل في تكوين البروتينات المكونة للأنسجمين الحي تسعة بيقول لي فعلل يفضل استخدام الزئبط في صناعة الترمومترو أول حاجة لأنه وسائل فدي اللون بيمكن رؤيته بسهولة من خلاله الأنبوبة تاني حاجة جيد التوصيل للحرارة منتلت حاجة منتظم التمدد بالحرارة رابح حاجة لا يلتصك بجدار الأنبوبة الشعرية رابح خمس حاجة يبقى سائلا بين درجتي حرارة سالب تسعة وتلاتين درجة سيليزية إلى تلتمية سبعة وخمسين درجة سيليزية علشان كده بنقول إيه؟ بيعطي مدى واسع لقياس درجة مين؟ الحرارة ننتقل لسؤال عشرة فعلل بيقول لي ضرورة وجود مسافات محسوبة بين قدان السكك الحديدية ليه بيسيبوا مسافات ويحسبوها لمنع التوأمين؟ القدان نتيجة تمددها بالحرارة صيفا مما يؤدي إلى وقوح حوادث الكتارة حداشر بيقول لي يتعقر ماء الجير عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون فيه ليه؟ بسبب تكون راصب ايه؟ أبيض من كربونات الكالسيوم التي لا تزوف في الماء 12 بيقول لي فعلل يجمع غاز الأكسوجين بإزاحة الماء لأسفل ليه؟ لأنه شحيح الزوبان في الماء أو بكتب قليل الزوبان في الماء ننتقل بعد كده إلى سؤال أكمل الجدول التالي أو الآتي جايب لي الغازات اللي إحنا خدناها وبيقول لي قولي لي الرمز والتكوين يعني بيتكون من كم زرة؟ أول حاجة جزء غاز النيتروجين الرمز بتاعه N2 طب بيتكون من إيه؟ N2 يعني كم زرة؟ N يعني زرتين نيتروجين يبقى بيتكون من زرتين نيتروجين غاز جزء غاز الأكسوجين الرمز كنا واخدينه إيه؟ O2 يعني بيتكون من كم زرة أكسوجين؟ زرتين أكسوجين غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 يعني من كم زرة؟ من زرة كربون متحدة مع زرتين يمين؟ أكسوجين يبقى زرة أو يتكون من زرة كربون وزرتين أكسوجين جزء الماء جزء الماء الرمز بتاعه H2O يعني بيتكون من زرتين هيدروجين وزرة أكسوجين أو بيتكون من زرة أكسوجين وزرتين هيدروجين طب جزء غاز الأوزون بيرمزه إيه؟ O3 يعني بيتكون من كم زرة؟ ثلاث زرات من الأكسوجين ننتقل بعد كده إلى سؤال أمامك جهاز يوضح تحضير الأكسوجين في المعمل أكتب البيانات على الرسم واحد هنا بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن فوق أكسيد الهيدروجين لقي لي ده تحضير بتاع غاز مين؟ الأكسوجين يبقى محلول فوق أكسيد الهيدروجي 2 ها ساني أكسيد المنجميز ثلاثة كمين غاز الأكسوجين أربعة اللي هي الماء يبقى أنا قدرت أفرق ما بين الجهاز المستخدم في الأكسوجين والجهاز المستخدم في تحضير غاز ثاني أكسيد الأكسيد الكربون ده موجودة هو اللي هو الحوض اللي به ماء به ماء بعد كده سؤال ماذا يحدث في الحالات الأداء؟ واحد وضع ترمومتر مئوي في ماء مسلم لو أنا جبت ترمومتر مئوي وحطيته في مية متلجة إلا هيحصل هينخفض الزئبك في الترمومتر إلى صفر درجة سيزي اتنين ملامسة اليد كوب شاي ساخن أنا جيت ومسكت كوب شاي الساخن إلا هيحصل هنشعر بالسخونة لانتقال الحرارة من كوب الشاي الساخن إلى اليد تلاتة إشعال شريط ماغنيسيو في مغبار به غاز ثاني أكسيد الكربون إلا هيحصل هيتكون مادة بيضاء اللون من أكسيد الماغنيسيو ويترصب الكربون على جدار المغبور ماذا يحدث لوزن وكتلة شخص داخل منطاد يرتفع إلى أعلى إلا هيحصل إحنا قلنا إن الكتلة الجسم وقت ما تتغير من مكان لمكان ما بتتغيرش طبعا أولا أقصد إن أنا لو ارتفعت عن سطح الأرض أو لأعلى برضو الكتلة ما بتتغيرش بتظلي إيه؟ بتظلي سير أما بالنسبة للوزن هنا يا أولاد بالنسبة للوزن إحنا خدناها إنه هو بيقل بالارتفاع عن سطح الأرض عن سطح الأرض يبقى أنا أجي أكتب الإجابة إيه؟ تظل كتلته سابتة ويقل وزنه بالارتفاع عن سطح الأرض خمسة وضع الترمومتر الطبي في ماء مغلي لتطهيره ليه بنحط الترمومتر أو إيه اللي هيحصل لو حطيت الترمومتر الطبي في ماء مغلي هينكسر الترمومتر ليه؟ لأن هنا الزئبق هيتمدد وهيضغط بشدة على الأنبوبة من؟ الشعرية أنا ما جاء أكتب أكتب إيه؟ يتمدد الزئبة ويضغط بشدة على الأنبوبة الشعرية فينكسر الترمومتر ستة تفاعل غاز الأكسوجين مع غاز النيتروجين عند حدوث البرك اللي بيحصل بيتكون أكاسيد مين؟ أكاسيد النيتروجين في سبعة في ماذا يحدث؟ عدم موجود طبقة الأزون في الغلاف الجوي مش موجودة يبقى إيه الأشعة الضرة هتوصل لسطح مين؟ لسطح الأرض يبقى تتعرض الأرض لخطر الإشعاعات الضرة الصادرة من الإيه؟ من الشمس اللي هي الأشعة فوق مين؟ قلب نفس جيه عدم موجود اختناق فوق مستودع الزقب في الترمومتر الطبي مش موجود يبقى إيه اللي هيحصل؟ يعود الزقب إلى المستودع بسرعة ولا نتمكن من تسجيل الكراءة بإيه؟ بسهول تسعة قطع وحرق الغابط إيه اللي هيحصل هيزيد نسبة مين؟ غاز ثاني أكسيد الكربون وتحدث ظاهرة مين؟ الاحتباس الحراري بقى الإجابة تزداد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وتحدث ظاهرة الاحتباس الحراري ننتقل بعد كده إلى سؤال اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة مما يأتي واحد غاز يتكون من ثلاث زرات من الأكسوجين اللي هو غاز الأزون أداة تستخدم فيه قياس درجة الحرارة اللي هي الترمومتر أو ممكن أكتب الترمومتر المواد التي تسمح بصريان الحرارة خلالها وإحنا بنركز هو بنقول أنا مش عايزة أكتب أمثلة هي بيقول لي اسمها إيه يبقى هي المواد جيدة التوصيل للحرارة لها بيستخدم أثناء قطع ولحام المعادن لها بالأكسي أستيلين لها بالأكسي أستيلين ترمومتر يفضل استخدامه لقياس درجة حرارة جسم الإنسان الترمومتر الرقم ستة في أكتب المصطلح غاز يستخدم في صناعة النشادر اللي هو غاز النيتروجين العامل المساعد الذي يستخدم في تحضير غاز الأكسوجين هو مين سانيوكسيد المانجانيز خليط من الغازات يحيط بالقرى الأرضية ومجذوب إليها بفعل الجاذبية هو الغلاف الجم غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ويلزم لإتمام عملية البناء الضوئي هو غاز سانيوكسيد الكربون ترمومتر تدريجه يبدأ من صف مقاوية وينتهي عند مية درجة مقاوية هو الترمومتر المقاوي الترمومتر المقاوي اذكر أهمية أو وظيفة واحدة لكل مما يلي واحد الميزان الزومبركي هو إحنا بستخدمه في إيه؟ في قياس وزن الأجسام طب بالنسبة للترمومتر الطبي أهميته إيه؟ يستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان الأجسام العالقة كان بتعمل إيه؟ تعمل على تكاسف بخار الماء حولها فينزل المطر يبقى بيتكاسف حولها بخار الماء فينزل مين؟ المطر السلج الجاية كان بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في عمليات التبريد خمسة الكحول الإثيلي أهميته إيه؟ بيستخدم في تطهير الترمومتر الطب محلول هيدروكسيد الكالسيوم كان بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في الكشفة عن غاز ساني أكسيد الكربون وده اللي هو مين اتفقنا عليه؟ وقلنا ده الاسم العلمي المين؟ لماء الجير الراكي بيقول لي إما ماء الجير رائك أو يقول لي محلول هيدروكسيد الكالسيوم المواد جيدة توصيل للحرارة بتستخدم في إيه؟ في صناعة أواني الطه والغلايات والقدور طبقة الأزون حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من مين؟ من الشمس ننتقل بعد كده إلى سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد وزن الجسم يؤثر دائماً في اتجاه كلمة جبك سطح الأرض مركز الأرض لأعلى هو بيؤثر دائماً في اتجاه مركز الأرض يسمى غاز النيتروجين باسم الأزوت غاز الحياة القاتل الصامت المشتعل وبيسمى بالأزوت اللي هو معناه عديم الحياة وقلنا ليه عديم الحياة؟ بنذكر بعضه أو بنذكركم بالإجابة أو معلومة بنقول إنه هو لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعل ولا يدخل فيه فيه يستخدم غاز نقط في صناعة المشروبات الغازية الأكسوجين النيتروجين ثاني أكسيد الكربون الماء هو غاز ثاني أكسيد الكربون الغاز الذي يستخدم مع غاز الأستلين في لحام المعادن هو غاز الأكسوجين النيتروجين الهيدروجين ثاني أكسيد الكربون هو غاز الأكسوجين تستخدم كربونات الكالسام في تحضير غاز الهايدروجين الأكسوجين ساني أكسيد الكربون النيتروجين يبقى هو هنا فين غاز ساني أكسيد الكربون حدد أيها أسرع توصيلا للحرارة الألمونيوم ولا النحاس ولا الحديد ولا الزجاج أسرع المعادن أو الأسرع توصيلا للحرارة هو مين؟ هو النحاس ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتي يجمع غاز الأكسوجين بإزاحة الماء لأعلى الإجابة هنا إجابة خطأ طب يقولت خطأ لأن غاز الأكسوجين بيجمع بإزاحة الماء لأسفل وليس لأعلى يستخدم الترمومتر المئة وفي قياس درجة حرارة السوائل المختلفة الإجابة هنا إجابة صحيح يحتل غاز الأكسوجين 78% من مكونات الهواء الجوي هو الإجابة خاطئة لأنه هو بيحتل 21% أما النيتروجين هو اللي بيحتل 78% البلاستيك مادة رضيئة التوصيل للحرارة الإجابة هنا صحيحة لأنه لا يسمح بصريان الحرارة من خلاله تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن هو غلط لإني من الجسم الساخن إلى الجسم الأيه قلب يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحرارة طبعا صحيحة لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الإشتعل السؤال اللي بعد كده صوب ما تحته خط في العبارات الآتية يتفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق ويتكون أكسيد الكالسيم هو هنا بيتكون كربونات الكالسيم اللي لا تزوب فيه الماء يوجد في الترمومتر المائوي اختناق فوق مستوضع الزئبك والترمومتر الطبي وليس الماء المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة لا بدرجات مختلفة الدليل على كده أن النحاس بيوصل أسرع من الألمونيوم والألمونيوم بيوصل أسرع من الحديث يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون شحيح الزوبان فيه الماء هو غاز الأكسوجي من المواد راضيقة التوصيل للحرارة النحاس هو ممكن أحط البلاستيك، ممكن أحط الخشب، ممكن أحط الزجاج، الورق أي مادة بتكون راضيقة التوصيل لمن؟ للحرارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة